لطالما كان الإضراب الشامل شكلا من أشكال الحداد على أرواح الشهداء في محافظات الوطن إلا أن الإضراب الذي عمل خليل اليوم كان انذارا باقتراب موت محتوم للأسير محمد القيق الذي دخل اليوم التسعين للإضراب عن الطعام إذا بقي العالم متفرجا عليه بعد أن استنفذت الجهود الرسمية والشعبية للإفراج عنه اليوم إضراب شامل في هذه المدينة وقف مع الأسير المناطل الذي مضرب عن الطعام منذ أكثر تسعين يوم محمد القيق لكي تنصر رسالة إلى كل العالم بأن كل أبنائنا في الشعب الفلسطيني هم متضامنين مع هذا الأسير محمد القيق دو اسمه في جنبات العالم الذي منفك ملازما للصمت والسكون وكأن قضيته لا تستحق العناء هذه الشوارع التي كانت تضج بالمرين والمتسوقين بالأمس تطبعت بالصمت لهذا اليوم كجزء من أساليب التضامن نحن اليوم مع الإضراب طبعا وملتزمين وهذا شيء بسيط من أدمه لمحمد القيق أخونا المضرب عن الطعام له أكثر من تسعين يوم وهذا أقل شيء نحن نأدمه له ونقول له كمان أصبر ونحن معه الزنمي يعني مضحي بدمه يعني تشيف عنا بناش نأل نتضامن معه الزنمي كويس وهو يعني هو بين الحياة والموت وأرحنا